البارح قرأت واحد الاستجواب ديال الوزير المنتدباء من زهالوافي واللي طرقت في واحد بجموعة ديال المواضيع كما هي العادة ديالها دائما الشفاوي والنظري موجود ولكن العمل اللي يجيب واحد سؤال لي اتار الانتباه ديالي حول مجلس الجالية وجوبت واحد الجواب ان مجلس الجالية شي بغائب وفي 25 يوليوز 2017 توصلت الوزارة لانه هي مكان زيقوقية وزيرة ديال مغاربة العالم توصلت بالمشروع ديال القانون ديال الشديد المجلس الجالية و 2017 في ديال افريل كان صراح العتماني امام البرلمان خلال تقديمه للصريح الحكومية ديال الحكومة الجديدة وخلال الاشارة دياله الميلف ديال مغاربة العالم قال انه سوف يقوم بالاخراج للقانون 25 يوليوز 2017 والقانون في الوزارة قتلك انه في الاستشارة مع المجموعات ديال القطاعات اللي عندها علاقات والقطاع ديال المغاربة العالم من يوليوز 2017 يوليوز 2013 2019 2020 واحنا قريبين 2021 ما بقيش بزاف وغانو سوف يوليوز 25 يوليوز 2021 معناه قانون عادي ديال المجلس الجالية تطلب هاد الوقت كامل تقول هاد القطاعات كينين في ما وراء البحار وكانت علاقات تسرع بدراسة المقترح ديال القانون مجلس الجالية لانه اه القطاعات واللي اه هي اللي معنية بهاد القانون ديال المجلس الجالية كان مجلس الجالية بنفسه الوزارة ديالها بنفسها وزارة الخارجية للمؤسسة ديال الحسن التاني للمغاربة المقيمين بالخارج انقولوا وزارة الاوقاف ايوا ما قدرتوش اديروا مشروع قانون قانون هاد رأخا قانون عادي ماش القانون التنظيمي لانه كان قانون التنظيمي هنا في القوالب لانه ما داروش المجلس الجالية في القوانين التنظيمة باش انه كان خاص يكون في الولايات ديال بن كيران انه كان خاص يكون قبل ما تنتهي الولايات ديال بن كيران لا اخلاوا قانون عادي باش خلاوا ثم عادي المغاربة العالم تنتظروا دك القانون وهنا تتضح ان لا الاحزاب السياسية ولا الدولة تتكالبوا على مغاربة العالم تتكالب على مغاربة العالم معناه انت مغربي خارج الوطن نجيب الفلوس سفت الفلوس ما تهمنيش مشاركتك السياسية ما تهمنيش تفعيل الفصول ديال الدستور لانه لو كنا ممتلين في البرلمان انا متنقول لو كنا اتحدثوا عن مغاربة العالم لا اتحدثوا عن نفسي باش نكونوا واضحين ما كانش تدوز دك القوانين ديال المعاهدة ديال التبادل ديال المعلومات الضريبية والمالية ما كانش يدوز دك القانون اللي باقي عاطي المجال المافية العقار باش انها تزيد ونصب على مغاربة العالم كان هاد القضية اديال اغلاق الحدود ما كانش يكون ساهل بهاد الدرجة هادي ما كانش يكون اغلاق الحدود في وجه الجاتمين ديال المغاربة العالم كان انه ميبقى شي كدبوع على الشعب لان القنصوليات كان بعض القنصوليات اللي تشتغل و وهنئوها وكان بعض القنصوليات لا يجيب اللي يفهمنا راه الصف تكون تفزنقا وما كانش تجهيزات وما كانش الموظفين لانا كم احترق الموظفين للمحلين اللي في القنصولات تكرفستو عليهم لا تقعد لا امتيازات برغم انهم تقوموا بواحد العمال جبار وانا ارفع القبة علىهم اذا هاد الانتظارة ديال المغاربة العالم حتى هي مؤامرة من الحزاب السياسية ان يبقى الوضعه على ما هو عليه ف كنت وطلعت انا على ذاك المشروع ديال القانون ديال المجلس الجارية وكنت تكلمت واكتبت واحد المقال تحليلي حولك القانون لكن بسجيل وزيرة المنتدبة في شهر ماي الفين وواحد وعشرين في ضل الاغلاق ديال الحدود وتقول بان مجلس الجارية غائب وان القانون ما زال ما قلت المجلس الجارية غائب كنت تترعي في الاخراج ديال القانون وتقولي الساعد العتماني لانك تشوفه اسبوعيا يوم اجتماع الامانة العامة ديال الحزب ديالك ويوم اجتماع الحكومة السي سعد ولا اقول لها الدكتور سعد العتماني ديال القانون ديال المجلس الجارية بغيناه يدوز هاد الولاية هاد باش ما تسميش نزه الوافي كانت تناضلوا من اجل مغاربة العالم لكن ما وصلت لمركز القرار هي اصبحت خيبة امل المغاربة العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة